بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم حياكم الله طلابنا وطالباتنا حياكم الله في هذا اليوم الجميل والرائع والذي ننطلق وإياكم لنتعرف على عنوان جديد في درسنا لهذا اليوم سبق عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة أن تعرفنا على التغيرات التي تطرأ للمادة تعرفنا في البداية كيف يمكن أن تتغير المادة من حالة إلى حالة أخرى كيف يمكن أن نغير من شكل قطعة الصصال لتتحول من حالة إلى حالة أخرى وبهذا التغير ينتج ما نسميه بالتغير الفيزيائي كيف يمكن أن تتحول قطعة الورق من شكل إلى آخر عند تمزيق الورق فإنه أو في أن الورق يبقى على حالته الأصلية وهذا ما نسميه بالتغير الفيزيائي ذكرنا بأن التغير الفيزيائي هو تغير يحدث للمادة بحيث تحتفظ المادة على خصائصها الأصلية ويتحافظ المادة على خصائصها وشكلها وهذا ما نسميه بالتغير الفيزيائي كذلك عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة ذكرنا في درسنا للحصة الماضية أمثلة للعديد من التغيرات الفيزيائية منها ثني الورق تسخين الماء وتحول الماء من حالة إلى حالة أخرى أما بالنسبة لعمليات أو دلائل حدوث التغيرات الفيزيائية فذكرنا العديد من هذه الدلائل كتغير في شكل المادة تغير في ملمسها وكذلك تغير في حالة المادة تغير حالة المادة هذا ما سوف نتعرف عليه بإذن الله تعالى في درسنا لهذا اليوم كيف تتغير حالة المادة دعونا نشاهد عنوان درسنا لهذا اليوم كيف تتغير حالة المادة ونحاول من هذا السؤال أن نجيب عليه عبر درسنا لهذا اليوم ننطلق وإياكم ونقوم بمراجعة مع تعلمناه سابقا حول مفهوم التغير الفيزيائي ماذا نعني بالتغير الفيزيائي عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة؟ أحسنتم التغير الفيزيائي هو تغير لا ينتج عنه مواد جديدة يبقى على المادة الأصلية أي أنه تغير في الشكل الخارجي للمادة فقط ولا تتغير المكونات الداخلية لهذه المادة إذن هذا ما نسميه بالتغير الفيزيائي كذلك تعرفنا في درسنا للحصة الماضية على أمثلة لأغلب ومعظم التغيرات الفيزيائية أعطني بعض الأمثلة للتغيرات الفيزيائية عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة أحسنتم لدينا العديد من هذه الأمثلة من هذه الأمثلة عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة ثاني الورقة يعتبر تغير فيزيائي أحسنتم كذلك تسخين الماء كذلك عزيزي الطالب وعزيزة الطالبة تجمد الماء وأخيرا تكثف الماء كل هذه التغيرات تعتبر تغيرات فيزيائية بعضها يعتبر تغير في حالة المادة كتسخين الماء وتجمد الماء وتكثف الماء وهذا ما سوف نتحدث عنه بإذن الله تعالى في دلسنا لهذا اليوم عندما تعرفنا سابقا حول الدلائل التي تشير إلى حدوث تغيرات فيزيائية ما هي هذه الدلائل عزيزي الطالب وعزيزة الطالبة والتي تشير إلى حدوث التغيرات الفيزيائية أحسنتم الدلائل التي تشير إلى حدوث التغيرات الفيزيائية تشاهدونها أمامكم تغير شكل المادة شكل الورقة عندما قمنا بتمزيقها وإعادتها إلى حالتها الأصلية مثلا هذا يعتبر تغير في شكل المادة كذلك لدينا تغير في حجم المادة ربما يتغير حجم المادة ولكن تبقى المادة على حالتها الأصلية كذلك لدينا تغير في حالة المادة وهي ما سوف نتعرف عليها بإذن الله تعالى في درسنا لهذا اليوم إضافة إلى ذلك لدينا تغير في ملمس المادة تغير ملمس المادة يعتبر كذلك أحد الدلائل حول حدوث التغيرات الفيزيائية والتي تعرفنا على أن هذه التغيرات الفيزيائية هي تغيرات لا تنتج عنها مواد جديدة وتبقى المادة على حالتها الأصلية ننطلق بعد ذلك ونحاول عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة الإجابة عن هذا السؤال الأساسي لنقرأ المزيد ونتعلم ونجيب عن هذا التساؤل الذي يقول كيف يمكن تغيير المادة؟ كيف يمكن تغيير المادة؟ تغيير شكلها؟ حالتها؟ ملمسها؟ وماذا يحدث من هذا التغيير؟ تعرفنا على مفردات متعددة منها عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة التغير الفيزيائي تغير حالة المادة التبخر ولكن سوف نتعرف على مفردات جديدة في دروسنا القادمة عبر مهارة التتابع عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة سوف يكون لدينا خطوات منها الأول والتالي حتى نصل إلى الأخير إذن ماذا يحدث؟ مثلاً عندما تتغير حالة المادة من حالة إلى أخرى هذا ما سوف نتعرف عليه بإذن الله تعالى عبر عدد من الخطوات كنبدأ بالخطوة الأولى ثم تليه الخطوة التالية حتى نصل إلى الخطوة الأخيرة وهي الخطوة التي تتغير فيها حالة المادة ننطلق وإياكم ونشاهد معاً ونجيب عن هذا التساؤل الذي يقول كيف تتغير حالة المادة نعود للخلف عندما كنا ندرس في الصف الثالث وفي الصف الثاني عبر حالات المادة درسنا عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة أن المادة تكون في حالات ثلاثة ما هي هذه الحالات؟ أحسنتم حالات المادة هي ثلاث حالات أولى هذه الحالات عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة هي الحالة الصلبة الحالة الثانية هي الحالة السائلة والحالة الثالثة هي الحالة الغازية أعطي مثالاً للحالة الصلبة أحسنت إذن الحالة الصلبة لها أمثلة متنوعة كالقلم، الكتاب، الورقة هذه تعتبر حالات صلبة إذن هناك أمثلة كثيرة للحالة السائلة أعطي مثالاً للحالة السائلة أحسنتم العصير، الحليب، الماء تعتبر حالات سائلة أعطي مثال للحالة الغازية جميل جداً الهواء الذي نتنفسه يعتبر مثال للحالة الغازية إذن نعود ونكرر أن للمادة ثلاث حالات وهي الحالة الصلبة وكذلك الحالة السائلة وأخيراً الحالة الغازية هناك أمثلة لهذه الحالات الثلاث ماذا يحدث عندما تتغير المادة من حالة إلى حالة أخرى؟ دعونا نشاهد ماذا يحدث عبر ما نشاهده أمامنا اقتضت حكمة الخالق سبحانه وتعالى في وجود بعض المواد في أكثر من حالة على الطبيعة وجود هذه الحالات الثلاث للماء جعله حكمة من الله وضعها الله سبحانه وتعالى حكمة في الأرض حتى تستطيع المخلوقات الحية أن تتأقلم في بيئاتها الماء عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة يوجد في حالاته الثلاث يمكن أن نقوم بتحويل الماء بسهولة ما بين حالة إلى حالة أخرى هذا ما نسميه بتغير حالة المادة هذا ما نسميه بتغير حالة المادة إذن ماذا نعني بتغير حالة المادة؟ أولا هل تغير حالة المادة تغير فيزيائي أم كيميائي؟ أحسنتم تغير فيزيائي لأنه تغير في الحالة فالتغير أو تغير حالة المادة هو تغير فيزيائي تتغير المادة من حالة إلى أخرى كيف يكون ذلك عبر هذه الصور أمامك عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة؟ أحسنتم عندما تتغير حالة المادة ما بين حالة صلبة إلى حالة سائلة ثم من حالة سائلة إلى حالة غازية كيف يكون ذلك أحسنت بيكون ذلك عبر عملية التسخين لنشاهد ماذا يحدث قد يطرأ تغير على حجم المادة عندما نقوم بتحويلها من حالة إلى حالة أخرى الحجم قد يتغير لهذه المادة عندما نغيرها من حالة إلى حالة أخرى ولكن هناك ملاحظة مهمة جداً وهي أن الكتلة لا تتغير للمادة عندما تتغير من حالة إلى حالة أخرى أي أنه بإمكان الحجم أن يتغير عندما نحول الماء إلى غاز سوف يكون هناك حجم أكبر ولكن هل الكتلة ثابتة؟ نعم الكتلة ثابتة عندما نغير الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية بنفس الكمية وبالتالي سوف يكون كتلتها ثابتة ولا تتغير وهذا ما يميز حالة أو حالات المادة لاحظوا مني عبر هذا الشكل عزيزي الطالب وعزيزي الطالبة أو عبر هذه الصورة الثلاثة لدينا تغير في حالات المادة الثلاثة لدينا نشاهد في الصورة من على اليمين أن نشاهد أن المادة هنا تكون في حالة نسميها الحالة الصلبة أحسنتم فعند تسخين الجليد سوف تتحرك دقائقه بسرعة أكبر لينصهر الجليد ويصير ماء سائلا لاحظ يتحول الجليد إلى ماء سائل لاحظ في الحالة الصلبة دقائق الجليد تكون متقاربة ومتماسكة بشكل كبير جدا ولكن عندما تحول إلى الحالة السائلة بدأت الدقائق تبتعد أكثر فأكثر وذلك نتيجة لارتفاع درجة الحرارة فعند استمرار عملية التسخين تزداد حركة دقائق المادة ويتحول جزء من السائل إلى الغاز في هذه المرحلة نشاهد تحول هذا الجزء من السائل إلى غاز كما تلاحظ وهناك تباعد كبير جدا ما بين هذه الدقائق أو دقائق المادة وبالتالي تحولت إلى الحالة الغازية فبخار الماء هو يعتبر غاز تتحرك دقائق المادة بسرعة كبيرة جدا في الحالة الغازية لماذا؟ لأن لديها مساحة كبيرة جدا ساعدتها على حرية الحركة وبالتالي تحولت إلى هذه الحالة والتي نسميها بالحالة الغازية نلاحظ معا عبر هذا الشكل قارن بين حركة دقائق المادة في الحالات الثلاث في الحالة الصلبة واثنان في الحالة السائلة وثلاثة في الحالة الغازية قارن بين الدقائق الثلاث واحد واثنان وثلاثة في حالات المادة الثلاث ماذا يحدث عند تسخين كل من الجليد والماء والسائل؟ قارن بين هذه الدقائق الثلاث لتستطيع الإجابة عن هذا التساؤل أحسنتم رائعون إذن نقول تتحرك دقائق الجليد بسرعات وبتباعد بعضها عن بعض نتتحول بذلك الجليد إلى سائل وعند إضافة الطاقة الحرارية سوف تتحول أو يتحول الماء إلى بخار لاحظ حركة دقائق المادة الصلبة تكون بطيئة جدا نظرا لتقارب الجزئيات بينما في الحالة السائلة تكون أكثر سرعة نظرا لأنها بدأت تتحرر بشكل أكبر أما في الحالة الغازية الدقائق تتحرك بشكل سريع جدا نظرا لأنها أخذت مساحة أكبر عبر عملية التسخين وزيادة درجة الحرارة ننطلق بعد ذلك إلى التسخين ونتعرف على كيف يمكن لهذا التسخين أن يقوم بتغيير حالة المادة عند تسخين المادة الصلبة سوف تكتسب كما ذكرنا لكم المادة الطاقة الحرارية تكتسب هذه المادة طاقة حرارية بالتالي سوف تتحرك الدقائق بسرعة أكبر فإذا اكتسبت المادة الصلبة طاقة حرارية كذلك أعلى من أو اكتسبت هذه المادة طاقة حرارية فإنها سوف تتغير بذلك إلى الحالة الثانية من حالات المادة وهي الحالة السائلة انتقلت من الحالة الصلبة واكتسبت طاقة حرارية وتحولت بذلك إلى الحالة السائلة هذه الحالة نسميها تغير الحالة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة نسميها عملية الانصهار أما عند تسخين السائل واستمرار عملية تسخينه أكثر فأكثر فإن السائل سوف يغلي وتصبح جميع أجزائه في الحالة الغازية فالغليان هو تحول السائل إلى الحالة الغازية إذن الغليان هو مفردة جديدة تتحول بها المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية وذلك باكتسب طاقة لتقوم بتحويل هذه المادة إلى الحالة الغازية ولكن الغليان ليست الطريقة الوحيدة ليتحول السائل إلى غاز هناك طرق متنوعة لتحويل السائل إلى غاز ليست عبر عملية الغليان لاحظ عبر هذه الصورة عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة أن الندى يعتبر قطرات ما ناتجة عن تغير الحالة الغازية إلى حالة السائلة لاحظ هنا العكس تماما تحولت من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة وهذا ما نسميه بالتكثف وهذا يكون عبر الندى والذي يكون على سطح هذه الوردة والتي اكتسبت بها تحول للمادة من حالة إلى حالة أخرى وذلك بعكس العملية وهي عملية التبريد وليست عملية التسخين لاحظ حالات المادة الثلاث عبر هذه الصورة تشاهد أن الحالة صلبة تبقى متماسكة قليلا وذات حركة بطيئة في الحالة السائلة دقائق تكون أكثر تباعدا وذات حرية حركة أكبر بينما في الحالة الغازية تكون دقائق المادة في حالة حركة دائمة وسريعة وحرية في الحركة وهذا ما نسميه الحالة الصلبة أو الغازية التبخر أحد تحولات المادة التبخر نشير إلى أن جميع السوائل يمكن أن تتغير حالتها إلى الحالة الغازية في أي وقت بعملية التبخر إذن جميع السوائل بإمكانها أن تتحول إلى الحالة الغازية عبر عملية نسميها بعملية التبخر فالتبخر عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة هو تحول بطيء للمادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية دون أن تغلي إذا عدينا مفردة جديدة وهي مفردة التبخر وهو تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية لدينا أمثلة لهذا التبخر كتبخر مياه الأنهار، مياه المحيطات، والبحار وذلك نتيجة لتعرضها لأشعة الشمس عبر ما نسميه بدورة الماء والتي تعرفنا عليها سابقا في صفوف ماضية لاحظ تغير حالة الماء وكيف يمكن أن يدل تصاعد بخار الماء على التغير الذي يطرأ في حالة المادة ننطلق بعد ذلك ونشير إلى العكس من عملية التسخين وهي عملية التبريد عندما تبرد المادة سوف تفقد طاقتها لتتباطى حركة الدقائق المكونة لها وهذه العملية نسميها بعملية التبريد فعند تبريد المياه الغازية سوف تتقارب بعضها ما بعض ويحدث ما يسمى بالتكثف كما شاهدنا قبل قليل عبر الوردة والتي تكونت لديها قطرات من الندى منها تحولت المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة إذا ازدادت عملية التبريد بدرجة كافية سوف تتقارب الجزئات بشكل أكبر وأكبر حتى تصل المادة إلى حالة التجمد وبالتالي تتحول هذه المادة السائلة إلى ما نسميه بالمادة الصلبة لاحظ عبر هذه الدقاق لهذه المادة في حال التبريد سوف تتحول المادة الغازية إلى حالة سائلة ثم مع استمرار عملية التبريد سوف تتحول المادة السائلة إلى مادة صلبة وهذا يكون عبر عملية التبريد لدينا نشاط استقصائي والذي يشير إلى عنوان الحرارة والتبخر ضع كميتين متساويتين من الماء في طبقين متشابهين كما تشاهد أمامك طبق رقم واحد وطبق رقم اثنان ثم بعد ذلك قم بوضع أحد الطبقين تحت مصباح كهربائي له طاقة حرارية أو ربما تحت أشعة الشمس مباشرة بينما الآخر ضعه في الظل لنفس المدة تماما أي الطبقين تتوقع أن يتبخر منه الماء أولا أحسنتم بالتأكيد سوف يكون الطبق رقم واحد سوف يتبخر الماء الموضوع تحت أشعة الضوء أو تحت المصباح أولا وهو المصباح أو الطبق رقم واحد أي الطبقين يتبخر منه الماء أولا قلنا هو الماء هو الطبق رقم واحد لأنه تحت أشعة الشمس وذلك بسبب الحرارة لأن دقائق الماء سوف تكتسب طاقة أكبر حرارية لتتحول بذلك إلى بخار نتجي إلى سؤال اختبئ النفسي في عملية التتابع ماذا يحدث للماء عندما يتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية ومن الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة لاحظ من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية أولا ثم من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة ثانيا ماذا يحدث للماء في هاتين الحالتين أو في هاتين الخطوتين أحسنتم من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية يتبخر بينما من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة هو يتجمد ننطلق إلى سؤال التفكير الناقد تختفي تجمعات الماء الصغيرة على الطرق بسرعة في أيام الصيف ما الذي حدث لهذا الماء إذن؟ أحسنتم حدث للماء بأنه امتصت طاقة من أشعة الشمس وتحول هذا الماء من حالته السائلة إلى حالته الغازية وذلك بعملية التبخر في ختام درسنا تعرفنا على حالات المادة الثلاث وقلنا أن للمادة ثلاث حالات وهي الحالة الصلبة والحالة السائلة والحالة الغازية والتحولات التي تطرأ بينها إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام درسنا لهذا اليوم حتى نلقاكم في درس قادم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر